لقيت اه ناس من محافظات مختلفة والله بعتلي على تليفون الشخصي صور من اسكندرية من الاناطر من ناحية يعني من عدة محافظات ايه يا جماعة المكاتب التموين ايه بص الزحمة معقولة يرضيك الكلام ده مكاتب التموين تبقى كده لقيت الرسالف ايه يا جماعة شوفونا الحكاية دي ايه حكاية الصور ديت مابرد لازم تتأكد ده اسألولوا وتأكدوا يعني لانه ناس بتبعتلي طبعا انا مش عارق اللي باعت ولكن اللي باعت عنده ثقة جاب تليفوني وباعت صور او فيديوهات وبدأنا نتأكد بالفعل المشهد اللي قدام حضراتكو ده او مشاهد من اللي قدام حضراتكو بنعرض جزء منها بالمناسبة يعني ده في الهرم شايفين حضراتكو الناس طبعا محدش ابدا 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 يرضيه انه الناس تقف في الوقفة دي بصراحة لا الدكتور علم صلح وزير التموين التجارة الداخلية ولا انا بمس عليه وبحييه او اي مسؤول بصراحة انه الناس تقف بهذه الاعداد درجة حرارة حتى لو الدنيا لطيفة يعني الدنيا حر مش مطلوب ابدا اوقف اعداد كبيرة جدا بالساعات عشان يغير مثلا يعمل يعني تحديث للبطاقة التموين او اجراءات خاصة بالبطاقة وزارة التموين بعتت الناس لحقوا بسرعة سجلوا ولازم تلحقوا تحدثوا بياناتكو رقم بتاعك رقم التليفون بياناتك كذا خلال اسبوعين طبعا الناس لقيت نفسها خلال اسبوعين يانها ربيض ده احنا بنتكلم على ثلاثة وعشرين مليون واحد اللي هما ثلاثة وعشرين مليون معاهم بطاقة التموين اللي بياخدوا منهم خبز ثلاثة وسبعين مليون وبياخد اربعة وستين مليون تموين فالناس جريت الحق الحق لانه كمان قالوا لهم اللي مش هيعمل البطاقة بتاعها توقف يانها ربيض اجري اجرى على مكاتب التموين مكاتب التموين تكون زي ما حاك شايف كده في اسكندرية زي ما انت شايف كده طبعا زي نقول لحضراتكم الناس يا جماعة بطاقة التموين مهمة قوي عشان نعرف قد ايه اهمية الكلام للدولة بتعمله حضرتك ما تخافش يا فندم حضرتك وزارة التموين اللي بتبعتلك ده عايز مصلحتك ده انا عايزة ساعدك انا مش هلغي البطاقة لا مش هلغيها ولا هوقف عنك التموين لا ناس بدأت تجري زي ما انت شايفين كده بصوا المشهد شايفين حدش يرضيه ابدا ابدا انه المشاهد ديت والاعداد ديت وعاز اقول لكم ده بياخد ايه يعني فيه ناس مثلا النهاردة تسيب خدوا ولادهم ونزلوا وخدوا اطفالهم ونزلوا وكبار سنه وماء يعني اجيال مختلفة ومعظم زي ما انت شايفين كده مشهد ميرضيش حد المهم طبعا المواطن محتاج ايه محتاج ان انا فيه بعض الحاجات بعض الاوقات بيحصل طبعا مع الضغط الكبير جدا ممكن السيستم يقع وارد انا بقول وارد ما بقولش حصل بس وارد يقع فلما يقع السيستم في ظل اعداد كبيرة جدا ما انت عليك ضغط وانت عايز تخلص وعايز تنجس كان المفترض الموضوع ده قدي اتاحة للناس فترة اطول الحق يا جماعة خليوا بالحضراتكو الوزارة التموين ممكن كان معنا الدكتور علي من صلح في حوار هنا وقبل كده الدكتور عامر مذكور اكتر مداخل او اكتر من لقاء بيقولوا الناس حدسوا بياناتكو ولكن يبدو انه الناس ايه يعني مش مهيش كلا فلما الوزارة حذرت لانه ده كان تحذير للناس الحق حدس روح قدم بياناتك ضب بياناتك عشان يا جماعة انا محتاج البيانات بتاعتك تبقى موجودة عندي محتاج لانه ودت مهلة كمان وبالتالي الناس جريت نزلت الناس جريت بالاعداد اللي حالك بتشوفها عايز اقول لكم عندنا يعني اعداد كبيرة ولكن عشان الوقت كمان بحاول اعرض جزء من اللي حصل النهاردة واللي حصل الساعات اللي فاتت لانه في الاخر المواطن محتاجين المواطن يكون الوزارة التموين بتعمل خدمات وتقدم خدمات وابترعى المواطن ومصحتها المواطن عايز اقول لكم الوزارة اللي هي ليل ونهار النهاردة تتفاعل تفاعل مباشر كتير طبعا الوزارات ولكن التموين هي اكتر وزارة تتفاعل مع الناس